بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نتحدث في الوحدة السادسة عن أرقان عقد الشركة وقبل الحديث عن أرقان عقد الشركة أريد أن أوضح إلى السامع الكريم الفرق ما بين الركن وما بين الشرط وما الذي يترتب على فقط ركن من أرقان عقد الشركة فالركن هو ما كان جزءا من حقيقة الشيء ويلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم فمثلا في الصلاة السجود والرقوع والقراءة هي ركن من أرقان الصلاة فإذا أتى الشخص بصلاة ناقصة سجود أو رقوع أو قراءة فيلزم من ذلك أن صلاته باطلة لأنها فقدت جزء من أرقان الصلاة أو جزء من الصلاة إذن يترتب على فقد ركن من الأرقان البطلان أما الشرط هو ما كان خارجا عن ما هي الشيء ولا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم وذا توضيح هذه الصورة نقول بأن الوضوء هو شرط لصحة الصلاة ولكن الوضوء ليس جزءا من الصلاة فهو أمر خارج عن الصلاة ولا يلزم من وجود أو من كون الشخص متوضع أن يصلي لكن يلزم من كون الشخص غير متوضع عدم صحة الصلاة أما بالنسبة لأرقان عقد الشركة فنرى أن أرقان عقد الشركة تتنوع إلى ثلاثة أنواع من الأرقان نوع الأول وهو الأرقان الموضوعية العامة نوع الثاني وهي الأرقان الموضوعية الخاصة نوع الثالث وهي الأرقان الشكلية فبالنسبة للأركان الموضوعية العامة فنجدها أربعة وهي الرضا الصحيح الخالي من العيوب اثنين المحل ثلاثة السبب أربعة الأهلية فما المقصود بالرضا؟ الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين بصيغة الإيجاب والقبول ويجب أن ينصب الرضا على الشكل القانوني الذي تتخذه الشركة وعلى كافة عناصر الشركة وشروطها كرأس المال وغرض الشركة وحصص الشركاء وأنواعها وطريقة إدارة الشركة إلى غير ذلك والرضا له أربعة عيوب إذا وجدت هذه العيوب إن عدم الرضا وهذه العيوب هي الاستغلال والإقراه والغلط والتدليس فما المقصود بالاستغلال؟ المقصود بالاستغلال هو استغلال طيش بين أو هوى جامح في الشخص لكي ندفعه إلى الدخول في عقد شركة لا يحقق له المصلحة كأن يكون شخص صغير في السن يستغل الشخص صغر سن أو طيشه لكي يدخله في عقد شركة لا يحقق له مصلحة في الدخول في هذا العقد فإذا استغلت إرادة الشخص للدخول في عقد شركة لا يحقق له المصلحة فقد جرى العرف على إبطال مثل هذا العقد والاستغلال هذا يسمى في الشريعة الإسلامية بالغبن والغبن هذا إما أن يكون غبن فاحش وإما أن يكون غبن غير فاحش يعني الاستغلال إما أن يكون استغلال فاحش أو استغلال غير فاحش وقد قدر العرف القضاء الاستغلال الفاحش فيما زاد عن خمس المعاملة فإذا كان استغلال إرادة الشخص أو رضاء الشخص بما يقلل من حظ نصيبه الذي كان من المفترض أن يحصل عليه في الأحوال العادية فيما زاد عن الخمس يجوز للقاضي إبطال هذا العقد أو تخفيض هذا الاستغلال إلى حد الخمس أما بالنسبة للإقراه الإقراه نوعا إما أن يكون إقراه مادي وإما أن يكون إقراه معنوي الإقراه المادي صورته كأن يقوم الشخص بتصويب مسدسه أو بتصويب آل حد نحو أحد الأشخاص لإجباره على التوقيع على عقد شركة والإقراه المادي هذا إما أن يكون إقراه يعيب الإرادة وإما أن يكون إقراه يعدم الإرادة فصورة الإقراه المادي الذي يعيب الإرادة كأن يمسك الشخص كما ذكرنا بمسدسه ويصهبه نحو أحد الأشخاص ويقبره على التوقيع على عقد شركة فهذا إقراه المادي يعيب الإرادة لأن الشخص حينما وقع على عقد الشركة تحت تهديد السلاح فإن له إرادة في التوقيع لكن هذه الإرادة معيبة بعيب وهو الإقراه وإما أن يكون إقراه المادي يعدم الإرادة كأن يمسك الشخص بأصبع شخص نائم ويبصم به على عقد شركة فهذا الشخص النائم منعدم الإرادة ليس له إرادة في التوقيع على العقد من أساسه وسواء كان الإقراه المادي يعيب الإرادة أو يعدم الإرادة أو معدم للإرادة فإنه يؤدي إلى بطلان العقد ولا يشترط أن يقع الإقراه على شخص المكره ذاته وإنما يمكن أن يقع على شخص عزيز عليه كأن يصوب المكره مسدسه ناحية ابنه أو أبيه أو أمه أو زوجته أو شخص عزيز عليه ليجبره على التوقيع على أحد عقود الشركة هذا بالنسبة للإقراه المادي بنوعيه سواء كان معدم للإرادة أو معيب للإرادة كذلك يوجد من الإقراه نوع آخر وهو الإقراه المعنوي وفي هذه الحالة الشخص لا يستخدم طرق مادية وإنما يهدد الشخص بالتشهير به أو بتسويق سمعته على صفحات الجرائد أو على شبكة الإنترنت أو على بإرسال رسائل SMS لمعارفه أو يعلم عنه أحد الأسرار فيهدده بإفشاء هذا السر إن لم يوقع معه على عقد شركة فمثل هذا الشخص أيضا يعتبر توقيع إذا وقع على مثل هذا العقد يعتبر إرادته معيبة قابلة للإبطال لمصلحة الشخص المقرأ كذلك الغلط والغلط هذا إما أن يكون غلط جوهري وإما أن يكون غير جوهري الغلط الذي يبطل الشركة هو الغلط الجوهري ولكي يكون الغلط جوهريا لا بد أن ينصب على الغلط الجوهري فظن أحد الأشخاص أن الوليد ابن طلال هذا والملياردير السعودة وبناء عليه أراد أن يدخل معه في عقد شركة ثم اتضح له بعد ذلك أن هذا ومجرد تشابه أسماء فمثل هذا الشخص وقع في غلط يعيب الإرادة أو نوع الشركة كأن يكون أحد الأشخاص أراد أن يدخل كشريق موصي في عقد شركة مسؤوليته محدودة عن ديون الشركة في حدود حصة رأس المال ثم اتضح له بعد ذلك بأن العقد الذي وقع عليه هو عقد شركة تضامن وأنه شريق متضامن مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية ليس في حدود حصة رأس المال المقدمة منه فقط وإنما في أمواله الخاصة فهذا عيب أو غلط عيب من عيوب الرضا يجعل العقد قابل الإبطال لمن تعيبت إرادته بهذا العيب والغلط هذا غير متصور أو بعيد التصور في الحياة التجارية لأن الطقار غالبا ما يكونوا حرصين في مثل هذه الحالات ولا يقعوا في مثل هذه ولكنه غير مستحيل حدوث فيمكن حدوثه لذلك ذكره كذلك الاستغلال غالبا ما يمكن عدم تصوره في الحياة التجارية لكنه ممكن للحدوث أيضا أما التدليس فهو عيب من عيوب الرضا أيضا والتدليس هذا استخدام طرق احتيالية بقصد إهام الغير بأمر على غير حقيقته كأن يقوم أحد الأشخاص بإهام شريك آخر يريد أن يوقعه في حبائله لكي يدخل معه في عقد شركة بأنه حاصل على أعلى الشهادات في علم الإدارة وأنه أفضل إنسان لإدارة هذا المشروع مما يدفع هذا الشريك للدخول معه في عقد شركة أو يوهم أحد الأشخاص شخص آخر ويريد أن يدخل معه في شركة بأنه يمتلك عقارات وأراضي ورؤوس أموال ضخمة ويستخدم طرق احتيالية بأن يضع يافطة على أرض فضاء بأن هذه الأرض ملكا له وجميع هذه الأمور على غير حقيقتها فمثل هذا الأمر يعتبر عيب من عيوب الرضا يجعل العقد قابل للإبطال لمصلحة من عيبت إرادته بهذا العيب نخلص مما سبق أن عيوب الرضا هي الاستغلال والإقراه والغلط والتدليس ترجمة نانسي قنقر